عودة من جديد لعشرة صبحة الأهل أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية طبعا منتخب مصر للمواي تاي الحقيقة عمل إنجازات كتيرة جدا وكبيرة جدا في الفترة الأخيرة وكان آخرها على الإطلاق من حوالي أسبوع تقريبا لما قدروا يحصدوا 11 ميدالية في البطولة العربية يعني نقدر نقول أن أولادنا عملوا المطلوب منهم مزيادة وهو طبعا فكرة الوقوف على منصات التتويج ورفع عالم مصر في كل المحافل الرياضية المختلفة اللي بيشاركوا فيها خلونا بقى في الجزء المتبقي على نهاية حلقتنا النهاردة نحتفي باتنين من الفائزين بالميداليات الدهبية في هذه البطولة ونرحب بيهم معانا ومنورانا ذكرى صلاح بطلة العرب في المواي تاي وكمان منورنا أنس عصام بطلة العرب في المواي تاي يا صباح الفل عليكم وأهلا بيكم معنا نورنا ذكرى خليني أبدأ بيكي يمكن كانت بطولة صعبة عايزين نعرف منكو واستعدتولها ازاي لا واحنا اتمرنا كويس كنا معسكرين هنا في المركز الأوليبي في الكاهرة في المعادي عسكرنا الفترة معسكر مغلق هي ممكن تكون الفترة وكايتش طويلة بس كان معسكر جامد وكان فيه يعني كنا مشتابل بدقة عليهم مهارة وكان فيه الجهاز الفني كان مقامل كابتن وليد شرف وكابتن أيمان حمصاني وكابتن رفعة جابر وكابتن وايل فهر فبصراحة عملوا شغل عالي معنا وفرق في المستوى كتير واللياقة البدنية بتاعتنا كانت عالية جدا وده ممكن يكون كان سبب كبير يعني في ان احنا نكسب وناخد أول لان اللياقة لما تكون عالية انت كده نفس طويل فبتكمل بتاعت جولات عادي فيه أبطال بيكون النفس عندها ضعيف وواقع فانت تستغل حتة زي دي زي ده الخطط بقى المهارية واللياقة والمهارة وكده والخطط اللي هم حطوها لنا فده كان سبب كبير طبعا في الانجاز اللي احنا حققناه ونشكر طبعا الجهاز الفني للمنتخب المصري احنا طبعا عندنا كلام كتير هنتكلم معاكم فيه ليه علاقة برياضة المواي تاي بما فيها كمان عايزينكم في مرحلة يعني اي مرحلة مناسبة في القاعدة الحلوة دي حتى نعرف الناس لان اكيد مش كل الناس عارفين ايه هي رياضة المواي تاي بس قبل ما نعمل الكلام ده كله وقبل ما نكلم كمان في تفاصيل الانجازات الكبيرة اللي انتوا حققتوها عايزين نتعرف اكتر عليكم يعني كل واحد فيكم عنده كم سنة في اي مرحلة دراسية بدايتوا مع الرياضة دي كتت عاملة ازاي نبتدي معك انا انا اناس عصام عندي خمسشر سنة بطلت عداني بلعب اللعبة ديت معلي ثلاث سنين قدش بلعب حاجة قبلها فبدأت حبيتها امي وابويا كانوا بيشجعوني لها وكابتني حبيبني في اللعبة قل بيقف معي كابتن محمود المليجي ودخلني منتخب والحمد لله بشور كابتن وليد كابتن وليد كابتن وليد كابتن حمصاني وكابتن ويل فيه شجعوني للبطولة ومرروني كويس والحمد لله حسنا تتأول كويس بسم الله الحمد لله أعلان أول بس وانت ذكرت بدايتك مع الرياضة دي وبرده في أي مرحلة دراسية انا عندي خمستاشر سنة كلها سنة وعام انا بدأت بقلي سنتين بأتمرن مواي تاي ما اتمرنتش حاجة قبل كده بس كنت روحت الجمه فترة كلياقة يعني وكده بس ما اتمرنتش أي العب الرياضية قبل كده هي بدأت مع المواي تاي من سنتين بدأت فهو انا اتمرنت مع كابتو عصام شرف في برريم كارية بتاعته يعني اكاديمية واللد ذكرية شرف وتدريب كابتو عصام شرف بسرعة هو حبيبي في اللعبة قوي وكمان كان ليه فضل كبير عليها طبعا في المستوى لنا وصلت له ده وهو كان السبب الأساسي بعد ربنا طبعا بتوفير ربنا وده كان السبب الرئيسي كل ده بتوفير ربنا ولوله توفير ربنا يعني ما كنتش وصلت لحاجة بس وكابتو عصام شرف يعني بعد ربنا كان ليه فضل كبير عليها قوي لانه بسراحة واتعب كتير معانا ومعسكرات وبتاع فهو يعني كان جاء على نفسه شويتين عشان خاطرنا احنا وبسراحة نوصلنا وحقا نوى كان وصل فيه والحمد لله طلعت عدي السيقة دي بس انا بس يعني حط عيني على بطولة العالم يعني الدهبية في بطولة العالم ان شاء الله ذكرى وانس عايزين نعرف منكم دائما في مرحلة دراسية بيكون صعب الوفيق ما بين الرياضة وما بين المرحلة الدراسية دي دايماً بنتكلم فيها مع أبطالنا خاصة في مرحلة البطولات عايزين نعرف منكم أكتر إزاي قدرتوا أنتوا توفقوا ما بين الدراسة بتاعتكم خاصة أنتوا في مرحلة صعبة ولسنوي وتوفقوا ما بين أنتوا تكونوا في البطولة ومش بس تكونوا في البطولة لا أنتوا وصلتوا كمان لمرحلة فيها وحققتوا يعني الدهابية فأكيد حاجة مهمة جداً خليني أعرف منك الأول يا ذكر هو يعني أنا رحت الدروس عادي وكنت منصقها هو بس تنظيم وقت يعني الزومي مثلاً شوية وقت تمرين شوية مذاكرة شوية يعني الدراسة وكده هو بس محتاجة تنظيم وقت منك وجدوى للحاجات دي فمس مش أكتر يعني هو تنظيم وقت حتظباطي كل حاجة وممكن كالتمرين أه ماشي بنروح التمرين عادي بنروح دروسي وبس يعم محتاجة يعني تنظيم وقت يعني كنت بفضي أوقات للتمرين ممكن مسلا خلي يعني يوم فاضي زي الجمعة ده للتمرين بس يعني بروح برضو ايام تانية بس الجمعة بيكون كامل يعني مع اسكار بقى من الصبح لحد بليه فهو تنظيم وقت يعني ان شاء الله عملت ايه انس بقى انت في الموضوع؟ بقى انا مدي كل حال حقا فديات مثلا صبح عندي بالليل طبعا ببقى التمرين والصبح مثلا عندي درس ضيئة اجل ذكروا بالليل بروح التمرين عادي يعني مدي كل حال حقا ما ينفع شجل على ده مثلا انا راحي التمرين واغمي الدرس فمدي كل حقا بروح عليكم يعني كمان ترعين من اعدادية ودي شهادة وبرضو اكيد بتحتاج جاء انا لسه في تالت اعداد والاهالي بحدش فيكم اوه كده ذكرى سابقى نصف سنة صح كده اوه صح حد من الاهالي يعني كان قلقان من ان تفوقكم الرياضي ممكن ياخد من التفوق الدراسي لا صراحة لا حدش في حالتك ولا في حالتك انت كنت بتقولي من شوية ذكرى فوسط كلامك بتقولي عندنا في القرية القرية دي انا اسمعت الصح او انا اسمعت غلا اوه احنا قرية بارريم طبع مركز كمحامدة بحيرة جبيل جبيل انا بسألك ليه السؤال ده لان كان لغاية وقت مش بعيد اوي كان صعب تلاقي في القرى والكفور والنجوع المصرية الاسر اللي عندها الثقافة بتاعت ان تخلي بناتها تحديدا مش ولادها بقى البنات يعني يمارسوا رياضة فانت كمان مش بس مارست رياضة انت كمان بقيت بطلة فيها ورياضة بتاعت لي مش درجة اوي يعني ولا اي يعني مش مش معروفة اوي في القرية ولا انا فهم غلط وكل فضل طبعا برضو بيرجع لي بابا في حتة زي دي بابا يعني مش اللي هو شادد وبتاعة هو شادد اه بس اللي هو لقا عادت رياضة دفاع عن النفس اه كانت يعني فوسحة لي كده كنت رايحاني كافوسحة فدلي يعني واطلع بتاع لا روحي طرفيه كده كنت شاها ان انا بقى حال عب واطلع بتاع كنت رايح طرفيه ساعت الموضوع بقى جاد والتمرين بتاعه بطولة في طولة جمهورية بتاع فاخدت الموضوع بجد شوية وبابا كمان صراحة كان مشجعني فمشكره جدا وبحبه جدا وماما واهلي وكابتن عصان طبعا ده لي فضل كبير علي اجلهم الشكر اكيد طبعا فمشكره جدا واتعب معناوي فمشكره برضو تاني وبشكر اهلي وكل المصريين بعنق صح واهل بلدي برضو انه مشجعوني كانوا وقفين بجنبي وبقى عمات وخاذ طبعا تليك بتقاريه كل الاصر لو محدش يقدر يجب جنبها يعني يعملوا الف حساب قبل ما يتكلموا معاها طب اناس خليني اروح لك ليه الموايطاي يعني يمكن انت وذكرك انتوا اتكلمتوا انه دي او رياضة انتوا مارستوها دايما لما نبعارفين ان حد عايز يمارس رياضة قتالية ممكن يبدأ تايقوندو وكاراتي الحاجات اللي متعارف عليها الموايطاي يمكن الناس مش عارفاها قوي ويمكن اكيد بالنسبة لكم انتوا كن مفروض ان انتوا تعرفوها قبل كده ولكن انتوا اختارتوا انهي تبقى او رياضة ليكون فعايز اعرف منك اكتر ليه تحديدا الموايطاي الموايطاي انا حبتها يعني انا انا اصلا كنت رايح تمرين عادي مش قصدي ولا تمرين ده فانا اعرفت اللي جرب لها مويتاي دخلت بطولات ليها حابتها فلما حابتها بقى لقيت نفسي تطور فأمي وأبوي ساعدوني اللي أنا أحب اللعبة ديات وكابتني حبيبني فيها أكتر أنا أخدش أعرف اللعبة الماء يطاعد فلما لقيت الماء يطاعد بقى وثلاثة بطلقات وكده حبيت أكتر فلاقيت نفسي بوصل لقيت لهم أم أمي وأبابا ساعدوني وكابتني ساعدني وأهل ساعدوني وصحابي يعني أنا أحب أشكرهم برضوك وأهلي برضوك دولة لهم فضل كبير علي طبعا كربية الشجوني أنا في البطولة وأنا كنت في أي راحة أي تامنين عاش بطل عاش أنا عايز أكتبقى جامل والحمد لله لما وصلت وغدت أول عمل لي حفلة كبيرة يعني بحب أشكرهم أنتو الاتنين يمكن ذكرتوا كابتن أيمن الحموصاني وعلشان كده بقى خلينا دلوقتي يعني نروح لكابتن أيمن عبر الهاتف مدرب منتخب مصر موايطاي كابتن أيمن منوارنا ومشرفنا والحقيقة يمكن زي ما أنت سمعت ذكرى وأنس اتكلموا عن قد إيه يعني الفضل بعد ربنا بيرجع ليك وأن هم يوصلوا للمكان اللي هم وصلوا لها ويحققوا مراكز الحقيقة مشرفة جدا في البطولة الأخيرة أهلا وسهلا بحضرتك أولا بشكركم جدا على دعمكم والاهتمام بكل الرياضات مش الكرة القدم بس يعني إحنا الحمد لله رب العالمين بالفضل ربنا سبحانه وتعالى حققنا إنجازات عالية جدا وده طبعا مش مجهود فرض واحد يعني إحنا كجهاز فني كلنا شركاء في العمل ده وبشكر طبعا على رأسهم رئيس الاتحاد المصري بالموايطاي هو ده عملينا الأول وبشكر مسترف عد جابر رئيس الجهاز الفني وبشكر كابتن غليب ذكرية وزميلي مدرب المنتخب كابتن واقل فهل فإحنا إن شاء الله رب العالمين متفقلين خير دايما في كل البطولات اللي جاية مش البطولة العربية ده طيب مبدئيا لازم نبارك لحضرتك ونهنيك على الإنجازات العظيمة التي اتحققت في الفترة الأخيرة في هذه الرياضة المتخب طبعا المصري للموايطاي وأكيد عشان نجاحات زي كده تحصل دي ما بتجيش من فراغ وأكيد وراء منها تخطيط وإعداد وتجهيز وتفاصيل حابين نعرف حتى ولو الخطوط العريضة منها أو عنها من حضرتك طبعا إحنا بنتعمل مع مرحلة سنية تحت السبعة عشر سنة وطبعا إن اللاعبين يكونوا في معذكر تدريب مغلق بعيد عن أهلهم فطبعا بالنسبة لهم بتكون حاجة جديدة فإحنا بنحاول نعمل لهم طبعا قبل الإعداد البدني بنعمل لهم إعداد نفسي بحيث أن يكون فيه تواصل جيد ما بين اللاعب والمدرب وبنبدأ بقى في الإعداد الخاص باليقهة البدنية اللي دي مراحل سنية مهمة جدا جدا وفي مرحلة نمو بنحاول نعمل لهم تدريبات خاصة بالكوة إضافة إلى الإعداد المهاري بتاعهم وبنعيشهم أجواء المباراة قبل الصواد على الحلبة فده بالنسبة لهم بيكون أمر مهم جدا وهو ده في فضل الله سبحانه وتعالى اللي خلنا مداليات ذهبية وإنجازات رهيبة نلعبنا دول كتير جدا في فضل الله سبحانه وتعالى وده كان بفضل ربنا والبرنامج التدريبي اللي اتحط للمنتخب المصري الحمد لله طيب كابتن أيمن خليني أسألك عن لعبة الموايطاي يمكن هي مش لعبة شعبية معروفة قوي بالنسبة للناس يمكن اللعبات القتالية اللي مشهورة أكتر منها بيكون التايكوندو أو الكاراتي خليها أعرف منك يعني التسلسل أو البروسس اللي حصل في هذه اللعبة يعني يمكن بدأت أنه ينضم لها قد إيه من مصر تحديدا لعبين ولعبات في هذا المجال أو هذه اللعبة يعني خليها أعرف منك على أي مدى بتتطور وعلى أي مدى بتتعرف وبينضم لها أكتر وأكتر من اللعبين واللعبات طبعا رياضة الموايطاي برضه عشان أعرف الجمهور ناس كتير ممكن ما يكونش عندها فكرة عن رياضة الموايطاي اللي هي الملاكمة التايلندية هي رياضة دفاع عن النفس بتعتمد على اللاكمات والرقلات وضرب بالقلب وضرب بالمين بالربة هي قرردي رياضة متكاملة فبدأ كل الرياضيين وغير الرياضيين بدأوا يعتاجوا لها بشكل أكبر وبدأ يكون لها جمهور عالي جدا 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 من جميع أنحاء المحافظات في مصر وده دليل على أن هي رياضة كاملة متكاملة فيها قوة يعني كل الشباب المهضة بدأوا يمرسوها كل الأطفال المهضة بدأوا يمرسوها لأنها رياضة بتعزز جهاز المناعة بتساعد الطفل نفسه أنه هو يكني بالتغذية بصحته كويس جدا 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 إضافة إلى الشباب الكبار ما بقاش يروحه خلاص للألعاب اللي هي الأخرى البسيطة بدأوا يحبوا الرياضات اللي فيها قوة ويبدأ يفرق الطاقة السلبية اللي عنده وبقى فيه البال كبير جدا جدا بفضل الله على رياضة المواي تاي جميل إحنا ساعدنا جدا بمشاركة حضرتك معنا عبر الهاتف كابتن أيمان الحموصاني مدرب منتخب مصر للمواي تاي وأكيد بنتمنى لكم المزيد من النجاحات إن شاء الله إحنا فضل دقيقتين على نهاية الحلقة تمام؟ تحبوا تقولوا إيه لمين؟ تمام ماشي أنا أحب أشكر كابتن متاعي كابتن عصام شرف فأشكره جدا لأنه أتاب معنا قوي وهو كان سبب رئيسي طبعا في اللي إحنا وصلنا له بعد ربنا سبحانه وتعالى فأشكره جدا وطبعا بشكر رئيس الاتحاد أستاذ محمد إبراهيم لأنه طبعا كان سبب اختياري لانضمام المنتخب مصر وبشكر الجهاز الفني والإداري كابتن وايد زكريا وكابتن وايل فهر كابتن رفعة جابر كابتن عامل حموصاني بشكر الضارة بتاعت الاتحاد كاملة لأنها فعلا كان بتشجعنا واتدعمنا وكده يعني وطبعا بشكر بابا وماما لأنه طبعا بابا كان سبب رئيسي برضو في اللي أنا وصلت له ده فأشكره جدا وإن شاء الله لسا عشرفه أكتر وعشرف مصر كلها وطبعا برضو بشكر أهلي وبشكر عيد سعفان كاملة وطبعا هفضل فخر ليهم إن شاء الله في بطولة العالم نرجع بالدهبية إن شاء الله أنا بحب أشكر كابتن محمود المليجي على وقفته معي على تعبه بالأمانة وكان بيعمل معسكرات كتير إنه كان عايزنا جيب أول والحمد لله جيبت أول بحب أشكر ماما وبابا على تشجعهم لي وبحب أشكر كابتن والد زكريا وبحب أشكر كابتن أيمن حمصاني وكابتن نوال فيه يمكن ذكرى قالت هي لسا ده مش آخر طموحها يا أنس بس معرفناش منك بقى آخر طموحك كده في كلمة أخيرة عايزين نعرف منك أنت عايز توصل لفين لا أنا لسا قدامي هدف كبير إن شاء الله ألانديات خلاص يعني لديت أنا أشيل على جمب وبص لبطولة العالم الأحسن يعني لديت بطولة عرب أنا حادث في دماغي لأنني إن شاء الله إن شاء الله أجيب أحسن منك إن شاء الله إن شاء الله نستنين أننا في القريب العاجل تنورونا مرة ثانية في البرنامج إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا نمازل جميلة جدا 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 للمصريين والمصريات تخورين بيكم جداً وانبساطة انتم ممودين معنا شرفتونا طبعاً ونورتونا وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الاهلي بكراً شاء الله حلقة جديدة